اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخفيفة او الثقيلة بعدين رح نتعرف عليها اعزاء التلاميذ فمثلا اقول يلعبن يكتبن يدرسن لاحظ يدرسن يلعبن لاحظ الفعل بني على الفتح كذلك يبنى على السكون ان اتصلت به نون النسوة وكنا نعرف نون النسوة اللي يدللنا على النساء يذهبن لاحظ الفعل يذهبن يذهب فعل بني على السكون لاتصاله بنون النسوة هذه النون عليها فتحة يذهبن لاحظ الفعل معي عزيز التلميذ يذهبن يركضن يكتبن وهناك العديد من العلامات ايضا يكون الفعل مضارع منصوب اذا سبق باحد ادوات النصب او الجزم اذا سبق باحد ادوات النصب اللي هي ان لن كي اذا شفت هاي الادوات او بعتها يأتي فعل مضارع فهنا الفعل مضارع يكون منصوب لاحظ لما اقول لن يأكله لن يكتبه كي يدرسه فهنا راح يكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة يأكله لاحظت عزيز التلميذ يأكله الفعل المضارع يأكله منصوب وعلامة نصب الفتحة لان سبق باحد ادوات النصب ايضا هناك ادوات الجزم اللي هي لام لما لان ناهية لام الامر هذه الادوات اذا سبقت الفعل المضارع يكون الفعل المضارع مجزوم بالسكون يعني ذا قلت يذهبوا خليت قدامها قبلها واحدة ادوات الجزم مثل قلنا لم وبعتها فعل مضارع يذهبوا فشصر لم يذهب علامة سكون قطع قطعت الحركة هذه هي عزيز التلميذ علامات الفعل المضارع وشكرا لحسن الاصغاء دمتم في امان الله وحفظه اشتركوا في القناة